السلام عليكم ورحمة الله سوف نكتشف اليوم معجزة عليها 19 في سورة مريم سوف تنبهر أخي الحبيب بهذا الإعجاز المذهل الذي يتجلى في هذه السورة العظيمة سورة مريم تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد هذه هي الآية الأولى وسنكتشف الآن سرة من أسرارها بعد قليل ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية وهكذا حتى نصل لقصة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا إلى آخرية حتى نصل إلى آخر آية في قصة مريم ذلك عيسى بن مريم إذن هنا أول مرة تذكر اسم مريم وهنا آخر مرة ثم تنتهي القصة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة سورة مريم رقمها 19 في القرآن انظر معي رقم سورة مريم كم؟ رقم سورة مريم في القرآن هو 19 احفظ هذا الرقم جيدا لأننا سنكتشف معجزة تقوم على العدد 19 بطريقة مذهلة أول شيء أخي الحبيب كم عدد آيات قصة مريم من عند واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم كم آية؟ لو قمنا بعدها سنجد 19 آية سبحان الله من واذكر في الكتاب مريم إلى ذلك عيسى بن مريم 19 آية نفس رقم سورة مريم 19 هذه أول مفاجأة أن الله جعل قصة مريم هنا تتألف من 19 عشرة آية نفس رقم سورة مريم الشيء الأكثر إعجازا هو في عدد كلمات سورة مريم انظر معي هذه كاف ها يا عين صاد هذه ليست كلمة لأن ليس لها اشتقاقات وليس لها جذر لغوي وغير موجودة في المعاجم إذن لا نعدها نعدها كحروف هذه حروف نورانية أو حروف مقطعة نبدأ العد من هنا ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية وهكذا نتابع نعدها كلمة كلمة والواو نعدها كلمة حتى نصل إلى آخر كلمة هنا سيكون رقمها ألف وثلاثة وثمانين من أحب أن يتأكد برنامج أحصاء القرآن موجود على موقعنا انظر أخي الحبيب عدد كلمات هذه السورة المباركة ألف وثلاثة وثمانين كلمة كم يساوي هذا الرقم انظر معي الإعجاز المبهر ألف وثمانين ثلاثة وثمانين يساوي انظر تسعة عشر ضرب تسعة عشر ضرب ثلاثة إذن عدد كلمات قصة مريم هو تسعة عشر مضروب في تسعة عشر مضروب في ثلاثة كيف جاء هذا العدد إنه معجز بكل معنى الكلمة التسعة عشر الأولى هي رقم سورة مريم تمام والتسعة عشر الثانية هي عدد آيات قصة مريم تسعة عشر هنا هنا تسعة عشر والثلاثة ما هو الثلاثة هو عدد مرات ذكر مريم في سورة مريم ذكرت ثلاث مرات المرة الأولى هنا رقم واحد والمرة الثانية هنا في قوله تعالى إذن عدد كلمات سورة مريم هو تسعة عشر في تسعة عشر في ثلاثة لأن اسم مريم ورد ثلاث مرات المرة الأولى هنا والمرة الثانية هنا عندما قالوا يا مريم لقد جئتي شيئا فريا طبعا نستخدم الرسم العثماني هنا وهذه المرة هاي اثنين وهذه المرة الثالثة فإذن الله عندما أنزل سورة مريم انتبه معي أخي الحبيب جعل رقمها تسعة عشر والقصة تتألف من تسعة عشر داخل هذه السورة المباركة وعدد كلمات سورة مريم هنا عدد كلمات سورة مريم هو تسعة عشر في تسعة عشر في ثلاثة سبحان الله الآن الشيء الأكثر إذهالا فعلا بما أن هذه السورة اسمها سورة مريم واسم مريم يتألف من أربع حروف ميم راء يا ميم طيب كل حرف كم تكرر انظر معي أخي الحبيب حرف الميم سنكتب هنا ميم راء يا ميم انظر معي لو درسنا حرف الميم كم مرة تكرر في سورة مريم يعني مثلا ذكره طبعا هنا في القرآن مكتوبة هكذا ذكره رحمته بالتاء هذا الحرف الميم رقم واحد زكريا نعد الميمات فقط هذا واحد أيضا مكانا نعده هنا مريم اثنين يم ترون نعده نعد كل حروف الميم في السورة فنجد 287 ميم اذا عدد حروف الميم في السورة لو عددناها حتى يدويا حرفا 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 سنجد 287 ميم طيب كم راء لدينا نعد الراء هنا ذكره واحد رحمتي الراء اثنين ربك ثلاثة عبده زكريا اربعة الى اخره حتى نصل اخر مرة هنا ركزة سنجد عدد حروف الراء بالضبط 167 ميمة وسبعة وستين تمام عدد حروف الراء الان الياء كم حرف الياء 342 342 342 ياء هنا لو عددنا حروف الياء طبعا بما اننا نعد الحروف يجب ان نبدأ من هذا الحرف هنا اما عند عدد الكلمات نبدأ من هنا لان هذه ليست كلمة هذا حرف هذه حروف مقطعة فهذا الياء رقمه واحد الياء الثانية زكريا هنا راء اثنين وهكذا حتى نصل الى اخر ياء في السورة سنجد العدد 342 والميم هنا نفسه 287 287 حرف الميم طيب كم مجموعة هذه الارقام لو قمنا بجمع الميم الراء الياء الميم في سورة مريم سنجد رقما يساوي 1883 هذا هو نفسه 19 في 19 في 3 سبحان الله بطريقة معجزة فعلا انا حتى الان دماغي لم يستوعب هذا الاتقان وهذا الاعجاز كيف في سورة واحدة نجد عدد حروف مريم 1883 حرف هو نفسه عدد كلمات سورة مريم عدد الكلمات يساوي عدد الحروف هذا شيء معجز لا يمكن ان نجده في الطبيعة اصلا وليس فقط في الكتب سبحان الله الشيء الاكثر اعجازا ايها الاحبة ان اسم عيسى هنا ورد مرة واحدة فقط في سورة مريم اسم عيسى ذكر مرة واحدة فقط في السورة طيب لماذا وضعه الله هنا لو قمنا بعد الكلمات انتبه معي اخي الحبيب هذه معجزة دقيقة جدا من ذكر ورحمتي نفس الطريقة 1 2 3 4 كذا كذا حتى نصل الى ذلك سيكون رقمها 361 هذه الكلمة التي تسبق اسم عيسى 361 ماذا يساوي انظر المفاجأة الجميلة انظر الاتقان تساوي 19 ضرب 19 بالله عليكم هل هذه مصادفة يعني الله عز وجل انزل هذه السورة المباركة وضع 19 في 19 كلمة ثم جاء اسم عيسى لاحظت معي الدقة من اسم عيسى الى اخر السورة لدينا كم كلمة من هنا الى هنا لعند ركزة لدينا 722 كلمة يساوي 19 ضرب 19 ضرب 2 عيسى ابن مريم 2 انظر معي يعني اسم عيسى هنا له مركز مميز في سورة مريم قبله 19 في 19 كلمة طبعا ومن عند عيسى لاخر السورة 19 في 19 في 2 انظر الى هذه الدقة كيف ركز القرآن وضع هذا الاسم المبارك في موضع مميز الشيء المذهل جدا حقيقة ان اسم عيسى هنا على مستوى القرآن يعني انا القرآن لو بحثنا عن اسم عيسى نجد انه تكرر 25 مرة اول مرة في سورة البقرة وقفين على اثارهم بعيسى ابن مريم وهكذا اذا عددنا اسم عيسى في القرآن نجد ان عيسى هنا رقمه 19 بين الخمسة وعشرين مرة يعني اسم عيسى تكرر في القرآن خمسة وعشرين مرة نفرض هذه رقم 1 2 3 4 هكذا سنصل الى هنا نجدها 19 نفس رقم سورة مريم ونفس عدد آيات قصة مريم سبحان الله هذا الامر معجز بطريقة رائعة جدا انا لا اريد ان اطيل عليكم اكثر من هذا ولكن هناك ليس مئات الاف التناسقات الرقمية كلها تقوم على الرقم 19 كما قال تعالى عليها 19 ثم قال بعد ذلك في سورة مدثر لماذا 19 قال ليستيقن الذين اوتوا الكتاب انظر معي عليها 19 ثم قال بعد ذلك ليستيقن الذين اوتوا الكتاب فهذه المعجزة معجزة 19 هذه المعجزة هذه المعجزة الهدف منها ان يستيقن الذين اوتوا الكتاب الذين ينكرون ان هذا كلام الله وبالتالي تأتي هذه الدقة في الحروف والكلمات وموضع اسم عيسى عليه السلام في القرآن وفي هذه السورة لتشهد على ان هذه السورة هي من انزال الله تبارك وتعالى لا نملك الا ان نقول الحمد لله الذي حفظ كتابه وقال فيه قل لئن جتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضهم ظهيرا والان اخي الحبيب ماذا عن كاف ها يا عينصاد هذه الحروف التي حيرت الباحثين والعلماء هذه الحروف تتعلق هي حروف نورانية نحن لدينا عدد سور القرآن انتبه معي اخي الحبيب لاننا سنكتشف معجزة مبهرة لدينا عدد سور القرآن هي 114 سورة عدد سور القرآن وهذا العدد هو 19 في 6 يعني له علاقة بالعدد 19 على الفكرة يعني عدد سور القرآن هو مضاعفات لعدد 19 والقرآن انزل على سبعة احرف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو الرقم سبعة انظر معي الآن الى هذه المعجزة اللطيفة لو قمنا بعد حروف الكاف والهاء والياء والعين والصاد سنجد ما يلي انظر معي اخي الحبيب طبعا عندما نعد هذه الحروف بما انها حروف تشير الى اعجاز القرآن ككل يجب ان نعد الحروف في كل السورة بالاضافة للبسملة ايضا وهذا المنهج موجود في القرآن منهج عام فنجد وفق هذه القاعدة ان حرف الكاف تكرر 137 مرة هنا دعوني اكتب حرف الكاف 137 مرة حرف الكاف وحرف الهاء 175 زائد 175 زائد حرف الياء تكرر 343 طبعا لماذا 343 لاننا عددنا ياء هنا ياء الرحيم لان هذه الحروف تتعلق بالقرآن كاملا فينبغي ان نعد الحروف كاملة وحرف العين 117 العين هنا 117 وحرف الصاد 26 حرف الصاد 26 انظر معي دقق هنا اذا جمعنا هذه الارقام يعني جمعنا حرف الكاف الهاء الياء العين الصاد سنجد عددا انتبه معي 114 ضرب سبعة سنجد هذا العدد 114 مضروبا في سبعة هو عدد حروف كاف هاء يا عين صاد سور القرآن السور مضروب بحروف القرآن ان هذا القرآن انزل على سبعة احرف والله ايها الاحبة يعني هذا الامر محير بالنسبة لكل من يفكر او يتفكر في دقة هذه الحروف انا هنا ساعطيك ملاحظة اخي الحبيب ان لو فكر احدا ان يأتي ويغير حرف واحد من سورة مريم يعني مثلا في سورة مريم هناك اية تقول يا اخت هارون هنا بين هذه الايات يا اخت هارون هكذا بالرسم العثماني هارون ما كان ابوك امرأسه الى اخره انظر معي بعض المشككين اعترض قال لماذا لم يقل القرآن يا مريم لماذا لم يقل يا مريم طبعا حسب الرسم العثماني هكذا الالف هنا لا تكتب يكتب مكانها الف خنجرية لو ان احدا فكر ان يأتي لهذه الاية ويقول انا ساغير يا اخت هارون ما كان ابوك امرأسه وما كانت امك بغيه عندما خاطبها قومها وهي تحمله لو احد فكر وكتب يا مريم ما الذي سيحدث كل هذا النظام سينهار سينهار بالكامل سيختل عدد حروف الصورة لان هذه كلمتان سيختل عدد الكلمات وهذه كلمة سيختل عدد الحروف حروف مريم سيختل عدد هنا 361 سيصبح 362 لانه او 360 لانه نقص كلمة كل هذا البناء المحكم سيختل اذا غيرنا كلمة واحدة من سورة مريم فما بالك لو تم تحريف القرآن بالكامل كم من الانظمة الرقمية هذه ستختفي لذلك مثل هذا النظام يشهد على دقة كلمات الله الذي قال انظر معي بعد هذا المقطع لابد انك بدأت تتذوق معي معنى قوله تعالى كتاب احكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير نسأل الله عز وجل ان ينفعنا وإياكم بهذا العلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة